موسيقى كريستيل فرنسية مسلمة آثرت ارتداء النقاب ضمن ثلاثة آلاف أخريات وفقا لتقديرات الاستخبارات الفرنسية المعنية بمتابعة الجالية المسلمة تعتني بزوجها باديس أطفالهم الخمسة وتمارس حياتها اليومية بشكل معتاد أبدأ كل يوم يومي مبكرا يستيقظ الأطفال ثم يؤدون الصلاة والدعاء طبعا يرتدون ملابسهم ويتناولون الإفطار ثم يتجهون بعد ذلك إلى المدرسة بمفردهم بعد ذلك أبدأوا في تنظيف المنزل وأعداد الطعام كريستيل التي اتخذت لنفسها اسم ثورية تمارس عملها القديم كمصففة شعر للنساء وتستقبل زبائنها في البيت تقول إن ذلك يمكنها من مساعدة الزوج ومن التبرع للأعمال الخيرية من حر مالها باديس بدوره يشعر بالمرارة جراء ما اعتبره حملة على المنتقبات ورغم مدومة الأسرة على ممارسة الشعائر الدينية وحضور جلسات القرآن والحديث النبوي فإنها لا ترى في ذلك عائقا أمام اندماجها في المجتمع بل إنها تضع ذلك ضمن أولوياتها رغم تصريحات السياسيين رسالتي إلى لجنة تقصي الحقائق هي أنني لا أريد أن أخالف القانون لو مرروا قانون الحظر سيكون الأمر صعبا جدا فأنا لا أريد أن أخلع النقاب ولا أريد مخالفة القانون إنهم هنا يحضرون الحرية الرئيس نيكولاس ساركوزي أعرب في أكثر من مناسبة عن رفض النقاب ولجنة تقصي الحقائق سترفع تقريرها إلى الجمعية الوطنية نهاية الشهر المقبل فيما تبقى كريستيل وبقية المنتقبات في حال التراقب والانتظار سيد حمدي بي بي سي مدينة إفري فرنسا